أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هاتفيا اليوم برئيس السلطة التنفيذية بلنابة في إيران السيد محمد مخبر وأعربى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الإيراني أيضا ومرافقه سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته فيما عبر دولة رئيس السلطة التنفيذية بلنابة في إيران عن شكره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر طيبة وقد أشاد ولي العهد ورئيس السلطة التنفيذية بلنابة في جمهورية إيران بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على الأسعادة كافة وأكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات